الليل جه? الدنيا رائد. الممشا هو اهل مكان في زوار العلمان الجديدة بيروحوه في الوقت ده. تعالوا نشوف بيعملوا ايه? وبيقضوا وقتهم ازاي? على الممشا الجميل ده. يلا. يا افتر حاجة عجبتك في العلمان يا حد. انه هو المول الكبير. المول الكبير اشتريت منه ايه? احنا اليد برد سيدي. جد? لست مزلتش المايا بردو? لا نزلت في الماء ايه وانا وهي نزلت في الماء ايه وانا وهي نزلت في الماء. راحتش البحر. رايحة بكرة. بست بحر. بحر. قولي رايحة بحر. والله اني اول لية اول نزولة لية في العالمين جانة والقصة. يعني شيء طبعا اه شيء مبر. خبرات جديدة مباني بكل حتة وده مكانش موجود اعطاقت في مدة كثيرة جدا لليل حصل للموضوع ده. يعني الواحد فخور. وعلى الله تكمل انت بحصل من كده كتير يعني تتطور ان شاء الله بازالي. لا هو مامشى الصراحة يعني الله اقبر عليه كتصميم وكل الحاجة. يعني حتى انا يعني مخلص شغول عادي. اه القصة بتاعي بيخلص على الساعة تمانية. انا يعني الطبيعي بيكون كل يوم. بحب اتمشى يعني مامشى بسا يديني حماس اكتر ان انا بحب اتمشى ممكن الاول. يعني الاول مسا محمول بالمساة. لحد الاخل مسا الحاضر طرفية. اه بس ان شاء الله الله بقى يعني على التصميم يعني وفاقق جدا يعني باللي بيحصل هنا. بص هو انا هنا من في العالمين من ال 2018 يعني من حيات ال 2018-2019 عن ساعتنا كتساح للانشاة. فهو حاليا الوضع ضغير عن الاول بكتير. يعني اه كمنطقة سكنية ضغيرت عن اول بكتير. كخدمات. اه منطقة تركوية ضغيرت عن اول بكتير. يعني اول ما كانش فيه التنم كله. وكان عبارة عن ارض قضية. ومشاريع على خرص انا. يعني دلوقتي انا شايف ان انتم مولي شايف ان في مناطق طرفية خير. اه ان فيه شواطئ ما ضغيرت عن اول. فهو الوضع ضغيرت كمس من درجة عن اول بكتير. طيب اه وجودك في المامشة بقى او انت موجود يعني اه واضح ان انتم متعودين انتم جينا كتير. والله يا بص هو مش اه يعني مش اغلبية الوقت يعني احنا بنيجي مسلا او بنيجي ده تعمل بالزباع بالظبط. ان احنا بنخلش هنا مسلا الساعة ستة او ساعة سبعة. فبنطلع انا تماشى شوية بنشتري شوات حيات لنا للسكن وكده. اه بخلص ونمش على طول يعني. ونطلع في نفس الوقت يعني بنطلع على الطاقة السلبية اللي هو انا تمشيه كده. ايه بطر حاجة عجبيتك في العالمين الجديدة من وقت اللي كنتم موبود لحد اللي يا بص البحر والمنطقة الترفية والمامشة والحد كلها يعني. ده اللي بغير نفسي تربيه حد الصراحة. صراحة الاستثمار في العالمين استثمار جائد جدا. مستقبل وعد جدا. سواء على المستوى هنا المستوى المصري او المستوى العربي على اي حد عايز يستثمر في العالمين. صراحة الوضع هنا ممتع جدا ومستقبل اه كويس جدا 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 المامشة بقى الجميل اللي انتو انا ساعة فيه تكلمنا عن المامشة ده بتقول تقريبا عشرة كيلو متر. اه في كل حاجة ممكن تتخيلها. بس انك ماشى كده على ساحل البحر المتوسط اه حاجة يعني تبعث على اله على الراحة النفسية يعني. اه مية جميلة طبعا. فيش امتع من مية الساحل الشمالي. خصوصا مية العالمين صراحة حاجة مدهشة يعني حاجة حلوة خالص. الموضوع المامشة ده حلوة اوي يعني كمان الناس كلها حباة والناس كتير بتيجي تزورنا بسبب الموضوع ده احنا حابين نجي نزورها عشان توديونا المامشة ونشوفهم الابراج الجديدة دي. تحسين ان احنا بقينا في دبي مش في العالمين بصراحة يعني. والموية هنا مضيفة وحلوة اوي برضو لسه يعني ميتنا زي ميت مطروح كده. رايقة ومضيفة وجميلة. المول هنا برضو تحس برضو ان انت مش المول جميل جدا. لو دخلتو تحس ان الدنيا تانية. صراحة يا يعني بما اننا حضرتك بقى من شكان العالمين واننا بقى حضرتك بقى قبل وبعد. نعم الاول ما كانش فيه حياة خالص بصراحة. دلوقتي بقى فيه حياة وفيه دنيا تانية الواحد حاسب تغير جامد بصراحة يعني. ربنا يبارك لنا في السيسي بصراحة يعني عامل شغلي جامد والله. اه طبعا بقى فيه شغل. كان الاول مفيش شغل في العالمين. يعني احنا في الشتا ده اعتبر البلد ميتة. مفيش محلات شغل فيها خالص. دلوقتي صف الشتا شغالين ما شاء الله. احنا عندنا برضو محل في العالمين. اه بقالة يعني السوبر ماركت وكده. شغال دلوقتي صف الشتا ما شاء الله غير الاول. اول ما كانش فيه في الشتا ده كان معلش يعني في المغرب تلاقي الدنيا خلاص خص. مفيش. دلوقتي لقي دوي تحفة والناس اه في زياد ومصيفين وجوبة بصراحة جميلة. موسيقى اشتركوا في القناة